معنا عبر الأقمار الصناعية من بغداد الكاتب والمحلل السياسي طالب الأحمد وستاذ طالب في ظل احتدام المواجهات خلال اليومين الماضيين وفي ظل تصاعد لعداد الشهداء والجرحى من جراء التظاهرات هل هناك في الأفق حلا سياسي يرضي الجماهير الغاضي؟ للأسف حتى الآن لا يبدو في الأفق بارقة أمل لحل سياسي قريب وعاجل ويلبي طموحات المتظاهرين حتى الآن النسق السياسي الراهن عاجز عن استيعاب هذه الشحنة العالية من التغييف الاجتماعي الذي يحدث في قلب المجتمع الحقيقة الآن الأوضاع أو المشهد بصورة عامة يتجه لمزيد من الفوضى علما أن هذه التظاهرات بذاتها هي شكري من أشكال الاحتجاج على الفوضى في البلد التي جاءت بعد 2003 بتأثير الاحتلال الأمريكي والسياسة الأمريكية وما طرح حينها بشأن نظرية الفوضى الخلاقة الجمهور يريد الإحساس بوجود دولة قوية دولة متمكنة ناهضة تلبي الاحتياجات الأساسية للناس تنهض بالبلد هذه أيضا في الطبقة السياسية هناك كم من يشعر به هذه الأسبوع بما في ذلك في تقدير رئيس الوزراء عندما طرح رؤيته الإصلاحية لعادة بناء الدولة وفق استراتيجية مرحلية لكن هذا المشروع الكبير هذا المشروع النهضة والأملاق لا يمكن أن يبقى مثلا أسيرا لرؤية الشخص مهما كان موقعه القيادي يعني لماذا هناك عجز أو تباطؤ يعني بمعنى آخر لماذا لا تتوفر هناك آلية للتعامل مع الأحداث الطارئة في العراق هل بسبب غياب يعني رؤية سياسية قانونية ضمن أطر دستورية للتعامل مع مثل هذه الأحداث الطارئة أم تعتقد بأن القوى السياسية لا تريد أن تتعامل مع سياقات طارئة ربما تتضاد مع مصالحها بشكل أو بآخر لا شك أن الكتل السياسية القوى السياسية في معظمها بمجملها ربما يعني ليست لديها حتى الآن إرادة حقيقية للمراجعة ولا تنقلك شجاعة الاعتراب بالخطأ فضلا عن شجاعة الانسحاب من المشهد السياسي وترك المجال لنخبة سياسية جديدة لطبقة سياسية جديدة في ذات إطار النظام السياسي الديمقراطي يعني هذه هي فلسفة الديمقراطية هذه هي قواعد اللعبة عندما تخطأ في تقدير موقف عندما تفشل في إرضاء الجمهور عندما لا يختارك الجمهور ينبغي أن تنكفي حتى تحل محلك في سياسية أخرى أو طبقة سياسية أخرى للأسف هذه الروح إذا أجلت تعبير الروح الرياضية فالعملية السياسية حتى الآن لا أقول غير مرموطة تماما لكنها غير فاعلة وغير ملموسة من قبل الجمهور الجمهور يحتاج إلى شجاعة حقيقية من قبل هذه الكتل أن تقول أخطأنا أخطأنا بحق الجمهور أخطأنا بحق ناخبين وبالتالي نحن في عملية مراجعة سوف نجري التعديلات سوف نسمح بظهور طبقة سياسية يعني أفهم من كلامك أفهم من كلامك نظر لقضية أساسية المحاصصة عفوا يعني أفهم من كلامك بأنه تقول بأنه تشريع قانون الانتخابات المنتظر مفوضية جديدة منتظرة هي لا تحوي أصلاحا حقيقيا جوهريا لأن القوى السياسية غير ليس لديها الرغبة الكافية بأن تقدم على مثل هكذا تغيير أليس كذلك على المستوى النظري الأصلاحات موجودة على المستوى النظري هذه التعديلات التي يعني طرحت أو طرحت هي بذاتها أيضا ممكن أن تكفي لإيجاد نوع من التغيير في العملية السياسية وبالتالي القابلية لاستيعاب هذا الحراكة الاجتماعية المتصاعد المشكلة هي أنك لا يمكن أن تستمر في مناظرات وسجارات بينما بدين تحترق البلد الآن في حالة من الفوضى خصوصا في بعض المعافظات كما شاهدنا قبل قليل على شاشتكم الكريمة يعني الوضع يلتهي بيوم بعد آخر سقوط ضحايا يوم بعد آخر هذا يجد تعقيد الأزمة يجد احتقان الشارع السياسي وبالتالي لا قدر الله يأخذ البلد للمجهول إذن الوقت يعني نحن نهدر من الأسف مزيدا من الوقت يعني هذا يكفي هدرا للوقت المبنمان الآن مثلا اليوم لم يجتمع يعني كان يفترض تكون هناك اجتماعات استثنائية يفترض يكون هناك سباق مع الزمن من قبل الكتلة البلد المانية البلد الآن في وضع حرج جدا لا يمكن التعامل بهكذا يعني بطريقة بهذا البرود السياسي ذات التعبير عدم اكتمال النصاب هو الذي حال دون أن يعقل مجلس النواب جلسته يوم أمس وليس ليلة في هكذا جو نعم أخي الكريم في هذا الجو المحتقن في هذه الأزمة العميقة التي تضرب البلد تهز البلد كيف لا يكتمل النصاب ما هي مهمة البلومان إذن البلومان إذا لم يناقش أوضاع البلد الراهنة ويحاول أن يخذ الجمهور لا بد قبل أن ينطق الجمهور ينبغي أن تكون حركة البلومان أسرع من الجمهور يعني من اسمه بلومان ما ليس نواب هو ينوب عن الشعب كيف تكون حركة الشارع أسرع وأنضج منه في هذا المسار شكرا جزيلا طالب الأحمد الكاتب والمحل السياسي كنت معنا مباشرة من بغداد